منهم ثلاثة صحفيين تابعوا المؤسسات الوطنية ومنهم أربعة صحفيين سبق لهم مبارسة نهلة أخرى تعليم بعد تقعوا حصلوا على الرقاق المهمة أبرز العوائق إلى كنس عبدالله الوقالي بحكم تقدم واحد من جموعة لما تتخبط فيه الصحافة الوطنية أموماً في هذا الملد وتكلم عن بنية إعلامية مهترئة ومقاولة عشرة وتوزيع متهاليك ضعف عنصر البشري عدم استقرار قضاء غير قادر على بناء الاستقلالية هنا رغم أن تتكلموا عن أمور البعيدة كل هذا الشيء أحياناً في بلدي نحن في الصحة الجهوية أنه من المكملات أن تكون عندك بنية مهترئة يكون عندك مقاولة على الشمع لماذا مقاولة باستثناء مقاولة وحيدة لآن ومقاولات على الورق مقاولة للجريدة من الفتت لأنها بالمناسبة للجريدة الحاصلة وقالت يا سي محمد وينا الجريدة الجهوية الأولى يعني الجريدة اللي حاصلة على الرقم دي اللجنة التونانية واللي الواحدة اللي حصلت على الدعم العمومي عندي قد يتشاهل خطرة منذ سنة 2006 باح الجلائل يعني لا تتوفر على مقر لا تتوفر على دعم عمومي لو يتكلموا على الإكرهات اللي عندنا دي الجلائد الواقية الجهوية نسألة الطبع هذه من الأمور اللي للكم الجلائد الوطنية ومن طبع أحدهم وتلقوا صعوبات في التلذية دي اللي طبع نارتين الناس يسعى ورزقوا ولادهم ويطبعوا به مرة في الشهر ولمرة في الشهر وتقلبوا على منين يعوض عادم تتوفر على موالد مالية كافية وغيام الإشهار إذا كان السلطة دي تحكم في الإشهار في الجلائد الوطنية والتوجيه دي للإشهار هنا ممكنش إشهار بل أكثر من هذا أن المؤسسات الكبرى الاقتصادية يعني مؤسسات الكبرى الاقتصادية بهذا المدن بفترة بهذا المدن تتمنح الإشهار المؤسسات إعلامية ووطنية وتحرموهم المؤسسات لإعلامية وجلائد الإعلامية محلية وحتى لا كان شي حاجات وليس حاجة دي للفوتات من الخلص بالنسبة لحرمان الصحف الجهوية من العمومين التي تعتبرون بجموع من مضارات الصحف هو عدو الصحافة الجهوية نظرا الشروط التي تعتبرها جبق قاسية ومجحفة نظرا أيضا الخصوصية هذه الجرائم وخصوص يذبينية لها عموما انعدم تكوين الكافي وإعادة تكوين بنسبة الصحفي الجهوية هذا الغيب تكوين تسام تفشي ومجموع عن الضوارير والسلوكات الإعلامية لتنظروا جميعا يوميا ومجموع عن الابتزاز وغيره وأرشح أن هذه المشاريع القوانين بعد التلاع عليها وكما سوف نرى في هذه الأشياء أن أكثر من سعر سيعاقبهم الصحفيون في الجهات على الشيء لأنها سيؤرروا بغياب تكوية تماما وهي بالإمامهم بالمشاريع القوانين التضيق على الصحفيين طبعاً يتعرض العاملون في الصحة الجيوية المضارقة أثناء المزاودي العامة ديالهم خاصة أنهم تكتبوا على الناس الذين يشوفوهم يومياً الصحفي ديال الرباطو ديالكازار تكتب في البيرو دياله تقرشكا هذا تكتب على واحده في العشر يوم قاسبه ويوم تقرشكا بالإضافة الصخير البلطاجية بالإضافة هناك أيضاً ضغطة بعيدة كل البوع عن فهمات قضاء الصحفة ويقل أن أفاد المنصة لو سموحمد في ثلاث سنوات آخرى رأت نزمن ثمان جلسات رائجة أمام المحاتيم بالنسبة للفتة منذ سنسيسيا سنة 1991 يعني حضار شفتاروا قضائيا لراجل أمام المحاتيم دون الحديث عن الشكايات التي تحفظوا لشكايات التي توقف في مصاريمها بالنسبة للصحفة الورقية سؤال حول ما هي الإعلام الجهوي الذي يسعد إليه المئنيون كيف سيتم تمويل هذه الصحفة الجهوية مقاربة المقاولة الإعلامية علاقة الصحف المحلية بالسلطة المستشهرين نوعية الأخبار الموعيقهات التي يواجهها الإعلام الورقي الجهوي المنافسة التي بات يقفيدها الإعلام الإلكتروني تطرح أسئلة حول مستقبل هذا السنف من الصحافة وقدرتها الاستمارية ومواجهة تحديات مادية والمعلوية بالنسبة للصحفة الإلكترونية حسب مؤقتية وزارة الاتصال التي أعلن عليها في يوم السر في الماضي أن عدد الجهوية الإلكترونية وصل مئة ومئة 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 وخمسين السلطة المقانية أنه مئة وستوستين للصحفة المؤخصة الإلكترونيا في المغرب عدد الصحفي العامين من هذا الصحفي وصل في هذا السنة 2015 إلى 98 صحفي بعدما انتقل من سنة 2015 إلى سنة 2015 إلى سنة 2014 مزدعين إلى 20 صحفة الإلكترونية في هذا الرقم الذي كان أقصد للغويل الرقم العشرة مليون مشتريك في الإنترنت وستيبلغ 22 مليون مشتريك عدد صفحات فيسبوك في المغرب تسعد الملايين للصفحات نجوع الجهة الثلاثة الثلاثة عدد المواقع المنشورة الآن حوالي 60 مواقع الإلكترونية يتلزع بين مواقع تحمل صفة الجهة ويوم مواقع تحمل صفة مودر أسماء مودر ومواقع تحمل أسماء أورا ظهر نصول المواقع فالجهة هذه المثل في نصب عام قبل أن يتطور انتشارها سريعا وحد شكل يعني كبير بالنسبة للصفحات المهزمة بالمدن واللي فيها صبغة ونفحة إخبارية بلغ عدد الصفحات وحد الرصد فيها حوالي 60 صفحة بالمدن الثلاثة يعني وهذا رصد يعني قاصر عن الإرمام بكل الصفحات لكي نفهد ذات المدن الثلاثة ديم الله في قبل صالح أزيلات تتميز المواقع الإلكترونية الإخبارية بجهة تتأزيلات في مقومة عمل الصحفي المهني ففي الوقت التي تعرف فيه مواقع الصحفي الممارسين فيها خاصة بعد قرار مضراء جرائي جهوية ورقية إصدار مواقع إخبارية والهجرة من الورق إلى الإلكتروني هذا الشيء يعني انعكس مهنيا على المنتوج يغلب على جل المواقع صفحة الهواية وهي بحيث الصحفي المهني وهي أشبه ما تكون أقرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي انتسابها لهواية نظر الغياب جميع مكومات الكتابة الصحفية فيها مقرعة الإجناس الصحفي عامة هذا يدفع إلى أن مواقع أونشهد في بدايتها كانت موجهة أساساً دين المتاجرة في بطاقات وهمية وشلوع النص والإحتيار في صمت من الصلوات وفي تشجيع أحياناً نظر الفالح القانون التنظيمي فهذا الحفاق أعتقد أن إذا كانت مواقع مشهولة الهوية ولا تتوفر على وعية قانونية سليمة هذا يسهل أكثر هذا الوضع ذي الفوضى وذي الشيوع ثقافة الإبتساز وثقافة بعيدة كل وعد عن أخلاقيات المهنة وعن الإعلام الجهوي الذي نطمعه إليه يعتقد الأعلاميون أن من تحديات التي تواجه هذا الخطاع هو أولاً حماية صحفيهم من الاعتداء ضمان مستوى عالم المهنية والحفظ على أخلاقيات المهنة خاصة فيما يتعلق بالدقة في نقل الأخبار واحترام تعددية المهنة والحياة الخاصة وأمام الرهالات وأهم الرهالات يحتمثل في التنظيم الداتي للمهنة تهيئي النهوذج الاقتصادي ومنظومة الأممية لتحقيق الاعتراق الكامل وتعزيز الاستثمار في البنيات تحتية تكنولوجيا الإعلام والاحتصاب وتعامل مع إشكالية الإشهار وتحكيز الاستثمار بهذا المشاهد طبعاً لم أأخذ من وقتكم الكثير التذكير بأن وزارة الاقتصاد قبل سنتين أخرجت في الكتاب القبيل لسهل الصحافة الإلكترونية وضعت فيه تحديات تواجه هذا الرضاع تحدث تكنولوجيا الإقتصادي تطوير محتوى ودعم إخلاقية مهنات تحدث كون لكن يغيب اليوم الحديث عن الإعلام الجيحوي في مشاريع القوانين جديدة باستثناء أصواتنا قبل أو المهنيين وحديث محتشم للوزارة في الندوات واللقاءات دون أن يتجاوز ذلك إلى قطواتنا يساعدك شكرا